السلام عليكم أعزائي طلاب كلية الصيدلة للمرحلة الأولى مادة Medical Terminology أو المصطلحات الطبية إن شاء الله تكونون بخير وعافية لا تخافون من هذه المادة المادة حلوة وسهلة وبسيطة ومجرد ما تعرفون شون تقسمون الكلمة وشون تحجيع لها راح تعرفون شنو معنات هذا كل مصطلح إلى شنو يشير إلى مرض إلى أعراض إلى علم دراسة فتشي وغيرها من المصطلحات هذه المادة راح تختص بدراسة المصطلحات مصطلحات الطبية وتقسيمها وشون راح نقدر نعرف أصل الكلمة وشون راح نقدر نعرف الإضافات المضافة إليها كل راح نأخذها إن شاء الله بهذه المادة هذه المصادر اللي هي الكتب اللي معتمدين من عدها هذه المحاضرة أول شي عندنا الـ objectives يعني الأهداف الأهداف من هذه المادة شنو أول شي we will learn to pronouns spell and define medical and pharmaceutical terms used in healthcare education هنا أنا يقول لك أول هدف من الأهداف من هذه المادة إنه إحنا راح نتعلن من نطق والتهجئة والتعريف مرة المصطلحات الطبية وأيضاً لمصطلحات الصيدلانية pharmaceutical وأيضاً المستخدمة في الرعاية الصحية ثاني هدف وأيضاً راح نستخدم استراتيجية معينة راح نستخدمها حتى نبني الكلمات راح أساعدنا على استكشاف كلمات وروابط اللي هي مثل شنو ثلاث شغلات راح ندرس الword roots اللي هي الكلمة الأصلية أو أصل الكلمة والprefix اللي هي البادئة اللي هي راح تجيب البداية ما الكلمة والsuffixes اللي هي اللاحقة اللي راح تجيب في هذه الكلمة ثالث هدف we will learn the meaning of each part of complex medical and pharmaceutical term and be able to put the parts together and define the term راح نتعلم أيضاً معنى كل جزء من هذا المصطلح الطبي أو الصيدلاني كل جزء شنو معناته ورح نكون قادرين على نجمع هاي الأجزاء كليته حتى نعرف المصطلح الطبي basic word roots and common suffixes هسا شنو هي الكلمات الأساسية الجذور مالتها يعني الأصل مالتها وشنو اللواحق المشتركة بياناتهم suffixes يعني اللواحق يعني اللي راح تجيب في نهاية الجملة analyzing medical term أول شي راح نسوي تحليل للمصطلحات الطبية أحلها شو شنو أصلها most medical terms have latin or greek roots أكثر المصطلحات الطبية يكون أصلها latini أو نسميه الأغريقي greek roots and for that reason some people think that medical terminology is internationally recognized لهذا السبب بيعتقد بعض الناس أن المصطلحات الطبية يكون معترف بيها دوليا like metric symbols مثل العموز المترية اللي هي المتر والسنتيمتر والديسيمتر اللي يكون يستخدم في كل العالم فهذه الكلمة اللاتينية أيضا راح تستخدم في كل العالم however that notion is false medical terms are always part of the language that includes them and they often vary when translated ومع ذلك كيف أن هذا المفهوم هو مفهوم خاطئ ليش؟ لأن المصطلحات الطبية هي دائما جزء من اللغة اللي راح تضمنها وغالبا راح تختلف عند الترجمة يعني من تدخل بعدة جمل راح تختلف ترجمتها عن الجمل الباقي ليش؟ لأنه هي تعتبر كلمات لاتينية أغريقية Here are six examples of term ending with the word element logi which means study of see how many of them you can you define شاعدنا هنا عندنا كلمة logi اللي هي بالإغريقي معناها شنو معناها علم دراسة فتشي معين شوفوا هنا شو راح يختلف مثلا psychology شنو معنا psychology راح نجي نجزء الكلمة psycho و logi psycho هو كل شي بمعنى نفس خلي أسألكم هذا القلم على موضة ما تنسوها لها المصطلحات أبدا psycho معناها نفس و logi هو علم دراسة فشنو فهو معناها علم النفس pathology ها ما أقطعها pathology pathology هو يعني المرض logi هو علم دراسة فمعناها شنو معناها علم الأمراض هيماتولوجي أقوصها هيماتو كورشي هيماتو أو هيمو هو دم فهيماتولوجي معناها علم دراسة أمراض الدم بعد شنو بعد شنو بعد شنو كارديولوجي كل شنو كل شي كارديو هو قلب كارديولوجي هو علم دراسة أمراض القلب ديرماتولوجي همينا ديرماتو كل شي ديرماتو هو جلد ديرماتولوجي هو علم دراسة أمراض الجلد ديرماتولوجي كارديولوجي كل شي كارديولوجي يخص كبار السن أو الشيخوخة الشيخوخة فشنو معناها هنا هو علم الشيخوخة واضح the roots path اهنا نشوفو نفس التجزئ اللي جزئتها قاني el path يعني disease el heem يعني blood el derm يعني skin وال ger يعني age أو old age اللي هو الكبار السن فكل وحدة ومعناها el path يعني المرض el heem يعني الدم el derm يعني الجلد وال ger يعني el old age given those meanings write definition in the spaces below of all the words in the above list لذلك رح نبدأ نعرف السايكولوجي شنو معناها السايكولوجي هنا هو علم دراسة النفس تمام السايكولوجي هو علم النفس فمعناها شنو الشيدروس يدروس العقل والسلوك مع الشخص هو حالها جوا شوفوا سايكولوجي دم كارديولوجي the study of heart and its diseases دراسة القلب وامراض القلب درماتولوجي the study of the skin and its diseases هو علم دراسة الجلد وامراض الجلد والجلد الجلد is the study of the aging process and its accompanying disease هو عبارة علم دراسة الشيخوخة أو كبار السن والأمراض اللي تصير أو المضاعفات اللي تصير نتيجة هذا التقدم بالسن combining word elements هسا شور رح نجي نجمع ما بين عناصر الكلمة أو نسوي ربط ما بين عدهن يعني شنو قدي هنا رح نلاحظ أنه حرف متحرك واحد أو أكثر رح يكون بالجملة أو تكون مجموعة من الحروف المتحركة الساكنة الفاول هنا هو الحرف المتحرك الفاول consonant هو الحرف المتحرك الساكن رح تظهر ما بين الجذر وما بين العنصر وما بين الكلمة اللي رح أضيفها ليش حتى يخلي هذا المصطلح الطبي قابل للنطق يعني إذا أجلني حرفين بالإنجليزي حرفين واحد وراء الثاني مباشرة بالمصطلح الطبي وأني ما أقدر ألفظ هذا الحرف صعب تقيل للفظ فلازم أضيف فتنقطة أو فتحرف حتى شنو حتى يفصل لي ما بين هذا الحرفين ويقدر أنه ألفظ ليش لأن الحرفين الساكنين مثلا شوفوا هنا السايكولوجي الـ ه وي ال أقدر ألفظ مباشرة سامعين كلمة ه و مباشرة ه وراء يلفظ ما يلفظ لازم شحط أحط أو حرف هذا ثابت الأوب تمام أحط أو على متشنو حتى يكسر لي هذه الحرفين الساكنين رح أصبح سايكولوجي الـ عدي الـ وعدي الـ همين أقدر ألفظ الـ ما يلفظ فلازم شحط أضيف أو حتى صعب الـ الـ و الـ الـ أقدر ألفظ سوية ما يلفظ سوية لازم شا أضيفله أضيفلها مقطع اللي هو أنتو أما أضيف أو أما أضيف أنتو اللي هو أنتو جير أنتو بالنسبة للسافيكس اللي هي اللاحقة اللي رح تشي في نهاية الجملة المقطع اللي يجيب في نهاية الكلمة which by definition comes last in a word هي الكلمة اللي تقع في نهاية الجملة في نهاية الكلمة عفوا will be processed by a dash thus the suffix logi اللي رح نمثله كأنما نحط قبلها dash نحط قبلها شارحة أو شرطة هي اللي رح تخلي تبين لي أنه أكو كلمة قبلها مثل شنو باعوا هنا اللوجي شحات قبلها حات قبلها شارحة فشنو معناها معناها هذه اللوجي جاي في نهاية كلمة أكو في كلمة قبلها فأحط شارحة when a prefix is present in word it comes first أما الprefix البادئة فمعناها شنو اللي تجي في بداية الجملة مثلا for example pre كلمة pre هواي رح تشوفوه بالمصرحة الطبية فمن يكتبوا يحطون الشارحة وراها شنو معناها يعني معناها تكملة الكلمة جاية لي وراه هي جاية بالبداية فمعناها الpre هي بادئة بينما اللوجي يخلون قبلها الشارحة معناها شنو معناها هي لاحقة فالpre كل شيء pre معناها شنو معناها before اللي هو القبل كل شيء pre أي كلمة تشوفون مصطلح الطبي قبلها كلمة pre معناها قبل هذا الفتش a meaning that may help you remember the meaning of the word perfect حتى تذكرون المصطلح الطبي هذي لنتذكر شنو معناها هذي الكلمة اللي هي قبل هذي البادئة بمعنى قبل فأي كلمة تجيب يعني وياها لزك رح نقول إنه قبل فتشيها الكلمة عدي هذا التابل اللي هو common roots of medical terms أكثر الكلمات الأصلية الشائعة بالطب مثل شنو الكارديو الكارديو هو heart اللي هو القلب كل شيء كارديو هو قلب كل شيء ديرمو ديرماتو هو skin كل شيء جيرو جيروانتو هو aged اللي هو كبار السن شيخوخ كل شيء هيمو هيماتو هو البلد الدم كل شيء نيرو هو نيرف سل الأعصاب والنيرف سيستم الجهاز العصبي كل شيء أوستيو هو البون اللي هو العظم كل شيء باثو هو الدزيز اللي هو المرض وكل شيء سايكو هو الماين اللي هو دراسة العقل وأمراض النفس هذه أكثر المصطلحات الشائعة حاولوا تحفظوهم وتفهموهم وتجزئوهم بالكلام أتوقع هسا قدرتوا تحفظون كم محدوياي بالمحاضرة أما بالنسبة للسافيكسس اللاحقة اللي رح تجي الكلمات اللي رح تجي في نهاية الكلمة الشائعة شنية الالجية كل كلمة تجي في نهايتها الالجية فمعناها بين ألم معناها ألم هذا الشيء مثلا أقول مثلا أقول فتكلمة فتعضو فيه جسم الإنسان وأضيف لألجية فمعناها الألم في هذا العظو الدرم معناها السكن الدينية معناها البين الثنانة السكن معناها الجلد الدينية هم تجي بمعناها البين اللي هو الألم الإتز اللي هي الـ I-T-I-S بمعناها اللي هو الالتهاب مثلا عندنا أبينديكستيز اللي هو التهاب الزائدة الدودية فكل مقطع كل كلمة أو كل عضو في جسم الإنسان ينتهي بالحرف I-T-I-S فمعناها الالتهاب بهذا المكان اللوجي عرفناها اللي هو علم دراسة فتشي معين مدخصص فتشي study of speciality of والpath اللي هو disease المراضي مثلا عندنا هنا exercise رح نحل سويا combining roots and suffixes combine the suffixes logy أو ال-I-T-I-S أو ال-L-G and path حاول أنه تحطوية ذن الكلمات يأما logy أو I-T-I-S أو L-G أو path ويأما مرض أو ألم أو التهاب أو علم دراسة with as many of the roots on the next pages as you can which can't try to try to find at least one appropriate truth for each suffixes and write the resulting words in the word column وحاول وحاول أنه رح تلقي حاول أنه تلقي الجذر المناسب الأصلي من هذه الكلمة وتخلي في العامود مات ال-word then write a brief definition in the meaning column for each of your choices وبعدين اكتب في التعريف بسيط بنهاية الحقل أنا اشان قلتلكم هذا واجب عليكم بس رح نحل سوية هس أول شي عندنا السايكو السايكو هنان السفكس اللي رح نضيف الهي هي اللوجي لي ليش لأنه نفس فعلم دراسة النفس تمام في سايكولوجي ال-word هنا الكلمة شنو أصلها أصلها سايكو أكتب السايكو ليش بدون أضافة فرح أكتب السايكو شنو معنى السايكو معنى فش نفس علم دراسة النفس هو ال-study of شنو اللي هو ال-process of mind طبعا القلم الكبير ما أقدر أكتب كل شي of mind فرح أكتب لكم بس هذه والباقي رح أعرض لكم إياها study of mind and mind disorders يعني دراسة المشاكل العقلية والسلوك ال-behavior وراها عندنا ال-patho أيضا ال-patho رح أضيف لها logi الصير pathology أصل الكلمة هو path patho جلد وأمراض الجلد هذه بالنسبة الكلمات التي ستحدث في نهاية logi أما إذا نضيف ITIS هنا فمن عندنا من ترهم بها ال-IS الدرماتي اللي هي الدرماتوي التيزز اللي هي التهاب الجلد والهيماتو التيز اللي هو التهاب الدم وأيضا أيضا عندنا ال-LGA اللي هو الألم فأيضا رح نقدر نضيفه أنه dermatology LGA وcardiology ألم بالقلب ألم بالجلد وألم مقايم الثاني match the numbers in column 1 with the letters in column 2 according to the corresponding terms and definition the design 8 هنا نشعد 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 كلمات لازم نوصل بالبداية العام وده الأول مثلا نشعد نشعد ITIS نشعد ITIS شنو معناها معناها الالتهاب اللي هو منو ال-inflammation وين ال-inflammation هنا بالأحرف اللي هو حرف F رح أكتب هنا أول نقطة الناتج مالتها هو حرف F اللي هو ال-inflammation شوفوا هذا خاف ما جايش شوفوا هذا suffix منكس inflammation تعني التهاب بعد هش عندنا النيرو النيرو شنو معناها قلنا قلنا معناها العصاب والخلايا العصبية رح اجدور وين اكوش اسم nervous system هيان ال-G هذا ال-G حكتب G هنا انا حكتب G بعد ال-L-G ال-L-G شنو معناها معناها pain ال-L-M فمعناها حرف معناها حرف A هذا ال-L-M pain خلي هنا حرف A بعد هش عدي log log شنو معناها معناها علم دراست في study of معناها وين هي هذه D سأكتب another suffix meaning pain الدينية وال-L-G فينهم بمعناها علم psycho بمعناها نفس أو عقل اللي هو وين هنا ياه من عدهن هذه root referring to mind اللي هو تعني دراست المشاكل النفسية اللي هي كلم ياه نقطة فرقي والأخير والأخير اللي هي بمعناها خذ الجواب award root that can also be s-affix هي عبارة عن كلمة ممكن لنصر s-affix يعني هنا الكلمة اللي راح تكون ترهم جذر وترهم لاحقة هي الباثو أو الباث بمعنى يعني هنا الحرف هتكون K أما الأخيرة الأستيو بمعنى عظم اللي هو البون فرقي اللي هنا أنا خذت المحاضرة إن شاء الله تكون محاضرة سهلة وواضحة وإن شاء الله استفاديتوا من عندها محاضرة حلوة ومصطلحات حلوة بسيطة كل التوفيق لكم طلابي طلاب المرحلة الأولى اللي كلش غالين علينا أي شي ما تفتهموا إحنا موجودين الكادر كله موجود راس لونية وشاء الله تدللون كل التوفيق لكم والسلامة